كل التحية والتقدير لحضراتكم بس قبل مبدأ الفقرة الإخبارية خليني أتكلم معكم عن حدث حصل الإسبوع الماضي وكان على مستوى فنان وطبيب في مستشفى عين شمس التخصوصي الفنان يمكن هو الإسم أنا بالنسبة لي مش مهمة قوي هو الفنان أو المطرب ده كان له أخ تعرض لأزمة صحية نقله بسرعة للمستشفى وكان الفنان ده في الوقت ده عنده مجموعة من الضيوف الفنانين أو اللي بيعملوا في الفن أيضا ودخلوا الاستقبال وقسم الطوارئ وقابلهم الدكتور وبدأوا اتكلموا حاصرت مشاجرة ما بين الطبيب وما بين الفنان المشهور ده هو إسم الفنان أنا بالنسبة لي مش عايزة أقوله علشان هو مش حاجة مهمة لا لأنه مش هو اللي لازم ياخد الضوء دلوقتي من الخبر الفكرة هنا هي اشتباك شخصية عامة أو فنان أي ما يكون بقى النوع الشخصية العامة دي إيه وما بين طبيب شاب داخل مكانه ومكان عمله في مستشفى هنا دي الحكاية اللي لازم كلنا نقف عندها أنا فرض عادي عندي حالة تعبانة توجهت بيها المستشفى أنا قلقان ومتوتر وخايف على أي مكان قريبي أو ليلية اللي تعبان ده حاجات كلها تحترم ومشاعر إنسانية أكيد تحترم وأكيد اللي بيشتغل في الطوارئ متعود على النوع ده من الدخلات المخدودة محدش أبدا ربنا يا رب ما يحط حد في الموقف ده محدش أبدا بينزل مستشفى الطوارئ إلا وهو فعلا في حالة يعني حرجة حالة صعبة حالة تخض حالة الناس مش متعودة عليها فبالتالي أنا كإنسان عادي لو عندي حد تعبان بيبقى الخض عندي بزيادة شوي فما كان من الفنان إلا أنه نقل أخوه للمستشفى ورحه ولقى الدكتور وابتدى يحاول يتكلم معاه الدكتور منتبه أكتر إنه يحدد ويشخص الحالة محتاجة إيه في التوقيت ده لأنا كانت بالفعل حالة حرجة لكن ما كان من الفنان والناس اللي موجودين معاه إلا الاعتداء على الطبيب والتقم الطبي اللي قبلوهم يمكن بيدفعوا عن نفسهم أو هما كمان كان شيء من الاشتباك هنا الفكرة لحد دلوقتي وردة وبتحصل وطول الوقت بتحصل لكن علشان طرف القضية دي حد مشهور والصديق للعديد من الإعلاميين أو المسؤولين أو أيا ما يكون الموضوع تده ياخد منحنة مش لطيف تجاه الأطباء المصريين الأطباء المصريين من أكفأ الأطباء على مستوى العالم الأطباء المصريين تعالوا يشوفوا عدد الأطباء المصريين اللي سابوا مصر السنة اللي فاتت بس أعداد أنا مش قادرة أقولها من كتر ما هي تخد الشباب المصري مجرد ما بيتخرج دلوقتي بيبقى فيه تواصل من الجماعات برا وخصوصا للنبيهين منهم والمميزين منهم وانت كنت بأكد أن معظم أطبقنا بالفعل نبيهين ومميزين فأجي أنا أزاني جدا أن أنا ألاقي خلاف ما بين طبيب وشخص وده وارد يحصل ألاقي بقى بعض الشخصيات العامة والإعلاميين ويمكن والله حد هو عزيز على قلبي يعني أنا عرفه بشكل شخصي وأخذ الموضوع هو كمان عضو برلماني وأعلامي يروح وأخذ الموضوع في عنوان خطير جدا يطالب بالتحقيق مع الطبيب صاحب وقعة محمد فؤاد المطرب اللي كان أخوه تعبان وبيتهمه بإهانة الوطن والأطباء هل ده يجوز لطبيب يمكن هتكلم عنه دلوقتي وعن مؤهلاته وعن إمكانياته أن أنا علشان عندي بعض العلاقات أو عندي بعض الصلاحيات أو عندي منبر أتكلم عليه أن أنا أوجه لطبيب شاب مميز وشاطر وطرع من الأوائل على دفعته أنه هو بيهين الوطن وبيهين الأطباء لمجرد أنه بيكتب بوست على صفحته يعني إيه القهر ده طالب أنا عايز أقول لكم طالب بالطب ده تقريبا حد بيبقى تبرع بحياته للخدمة العامة ولله لأن مهما قلنا العائد المادي للطلبة دول هو غير مجدي بالمرة أنا عايز أقول لكم الطبيب أهله بيفضل يصرفه عليه ممكن لبعد شغله بعشر سنين كمان متخيلين الدكتور رايح الدكتور الجاي هو وقف قدام أهله منتظر مصروفه وفي النهاية حتى التقدير حتى فكرة الإجلال لمهنته أو اللي صهره أو المجهود اللي بيبزله يتعرض لكل إهانة دي ولقي برضو حد من الإعلاميين تاني بنوتة كده عاملة فيديو مخصوصه بس مباشر عشان تقول الدكتور ده لازم يتحاسب طب لازم يتحاسب أوكي أنا على المستوى القانوني والإجراءات آه ما عنديش أي مشاكل له ونتعامل سواسية الفنان كنحية والطبيب كنحية أخرى جهتين لقضية أو اشتباق قانوني يفضه الإجراءات القانونية والتحقيقات فيه كاميرات بتسجل فيه مشهود كانوا موجودين لكن فكرة بقى أننا اليد العليا في السوشال ميديا أننا اليد العليا في الإعلام فبالتالي أقدر كل أطباء أنتو عارفين الرسائل اللي بتروح للأطباء في الوقت ده وفي فكرة أن انت فعلا بتحبطهم برغم من كفائتهم اللي بيشهد لها العالم كله طبعا مش هقول أنه هم المدينة الفاضلة ولا أنه هم أشخاص ملائكيين منهم العصبي منهم الفاشل منهم اللي ممكن يحتد على الناس منهم الغير مقدر لقيمة مهنته زي وزي أي مهنة تانية لكن ما نعدمهمشي ما نقتلهمشي لمجرد أن طرف مشهور والطرف التاني هو مجرد شاب طبيب في مستشفيته أو في مكان شغله فكلنا بقوله أننا لازم نكون أكثر رأفة بأطباءنا أكثر من كده وفكرة استغلال علاقاتنا دي أو علاقات أي ما يكون اللي داخل ده عضو مجل الشعب اللي داخل ده سياسي اللي داخل ده شخصية عامة فنان معروفة أو غيره فيبقى الطبيب هو هنا شرير عشان أنا عندي منصات كتيرة تقدر تشتم في الطبيب والأطباء أنا ما بقولتش مين الغلطان ولا مين اللي مش غلطان في الواقعة لأن في تحقيقات لازم نتبع القانون والإجراءات الصحيحة فكرة أن النقابة مش عايزة يبقى فيه يعني مصالحات وبعد عن القانون ده أنا بقايده جدا وبتمنى أنه فعلا يتم للآخر وما نلاقيش بعد كم يوم مصالحة حقيقية عشان كل واحد ياخد حقه الطبيب ده يا جماعة اسمه دكتور مصطفى أيمن عنده 32 سنة هو من أوائل دفعته وتعين أستاذ مساعد في كلية الطب عين شمس ومن الأطباء اللي بقدر أقول أن هم حقيقي مشرفين ونبيهين هو كمان طبيب بقسم التوارئ بمستشفى عن شمس ومتخصص في تخصصه هو في القلب فكلنا أقوله مش هنعدم الطبيب الشاذب ده مش هنموته مش هنعقد الأطباء الصغيرين يطلعين ففكرة كل واحد ياخد حقه أنا مش هقول الطبيب هو مش غلطان أو غلطان دي حاجة اللي كنت حضر الواقعة ولا شفته لكن ننتظر الإجراءات القانونية وأتمنى ما يكونش فيه صلح وفكرة الأعدات العرفية دي في أي حاجة في الدولة أو أي كان المستوى اللي بنتعامل على الأعدات العرفية دي هي بتضيع حقوق عمرها ما بتجيب حقوق أبدا وخلوني من مكان ده تحية لكل أطباء مصر الأجلاء أنا عارفة أن كل حد فيكم ممكن يبقى له تجربة مش لطيفة في مستشفى حكوم لكن في النهاية مش هنعاقد أطباء مصر بأن احنا نكدرهم فكل بقوله يعني خلينا ننتظر في هذا الواقع للآخر وبلاش نأخذ الطبيب رهينة طول الواقع ترجمة نانسي قنقر